أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم جميعاً في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض من حسن الطالع أن حلقة النهاردة بتأتي تزامناً مع احتفالات الأمة الإسلامية بمناسبة عظيمة جداً جداً ألا وهو الاحتفال بميلاد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا أتشرف بتقديم كل التهاني لكل مسلم على هذه الأرض من مشرقها إلى مغربها أعزائي المشاهدين في الحقيقة وأنا أتطلع على بعض الكتب توقفت مع كتاب لمايكل هارت وهو لا يعتنق الإسلام هذا الكتاب بعنوان الخالدون مئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم فقلت لنفسي هل نبي الإسلام يحتاج إلى هذه التذكية من شخص يعتنق اليهودية فأجابتني نفسي بلا فقد ذكاه ربه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات حين قال بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إذا كنت لم ألتفت إلى تذكية مايكل هارت لنبي الإسلام فهل من المعقول أن ألتفت إلى شرزمة من الأقذام أو إن شئ تقول مجموعة من الأوغاد وهم يتطاولون على شخص النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول لهم من هنا إنكم لم تعرفوا لنبي الإسلام قدره ولو علمتم قدره لما تجرأتم بالتطاول عليه وحسبنا أن رب محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الدفاع عنه فقد قال رب العزة تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين ويقول رب العزة أيضا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم لن نسمح بالأهانة للرسول صلى الله عليه وسلم من أي أحد مهما كان واحد هيقول لي هنقطع الجبن والموضي الغذائية هقول له أيوة هنقاطع أي حاجة مكتوبة عليها صنعة في فرنسا عزيز المشاهدين اسمحوا لي أرحب بضيف اللي منورني ومشرفني النهاردة في الستوديو المستشار فرج أحمد عزيزة المحامي بالنقد والدستورية العليا والمتخصص في القضايا العمالية والشركات هنقش مع بعض الموضوعات القانونية المهمة نتمنى أن المشاهد الكريم يستفيد من هذا اللقاء أهلا بكو صفرق أهلا بكو صفرق كل السلام حرائق طيب الله يخلي سعادتك أنت طيب صفرق خلينا نستغل وجود حضرت معايا النهاردة وأقول أن من خلال معلومات المتوضعة عن القانون وأنا لست قانونيا لكن أعلم أن الوظيفة في مصر بيحكمها قانونين قانون العمل وقانون العاملين المدنيين بالدولة عايزين نفرق بين هذا وذاك وكمان نوضح الفئات الخضاعة لقانون العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المسلمين في العالم أجمع بخير وطيبين إن شاء الله المدخل لشرح ده نحن نقول أن أن سوء العمالة في مصر بالكامل بيقضع ليس لقانونين فقط اللي هو قانون العاملين مدنيين بالدولة أو قانون العمل إنما هو يقضع أيضا للوائح الخاصة لما نيجي نتكلم عن قانون العمل هنلاقي هو القانون الأهم والأولى بالعناية والأولى بالرعاية لأن لك أن تتخيل أن قانون العمل هو يقضع له لو افترضنا لو حطينا رقم وقلنا إن كم العمالة في مصر أو سوء العمل في مصر بيستوعب خمسين مليون عامل تقريبا نعم ناس بيعملوا لقاء أجر فهنفاجأ أن مش أقل من خمسة واربعين يوم مش أقل من خمسة واربعين مليون دول يقضعوا لقانون العمل نعم 12 لسنة 2003 نعم فإذن هو القانون الأولى من المشرع برعايته وطنقيحه وسدم به من صغرات وعوار ليكون قانون دفعا للتنمية نعم وخلقا لعامل كامل الحقوق قادر على الإنتاج في حين أن قانون العاملين مدنين الدولة في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي دا دايما اللي بيكرره السيد رئيس الجمهورية نكيد طبعا أنه هو بيدفع الدولة دفعا للتحول الرقمي وبالتالي يدفع ذلك تقليص عدد العاملين مدنين الدولة وهما فعلا بيتنقصوا يعني بسبب مكتسبات الصورة أو المطالب الفقوية أو التعانيات إفضلية وصلنا 12 مليون دلوقتي في اعتقادي ما يتجاوزوش الستة مليون أو الخمسة مليون نعم في حين أن في شقة آخر لا يخضع لقانون العاملين مدنين الدولة ولا يخضع لقانون العمل وهي الأيهيات الخاصة التي أنشأت بقوانين خاصة والتي لها ميزانياتها الخاصة نعم كمثال هي الهيئة قناة السويس الهيئة القومية للبريد بتخدم قطاع مصر في اللجوع والعزب والقرى والمدن ومثال زي الهيئة العامة للبترول نعم كل دول لا يخضعوا لقانون العامل لأن لهم قانون إنشاء خاص هم يخضعوا فقط لوائحهم الخاصة ويجوز لهم أن يلجأوا لقانون الخدمة المدنية إذا وجدوا قصور في لوائحهم الخاصة أو في تعارف نعم سيد المسجر الله أحب أن أتكلم عن الفئات القاضعة لقانون العمل القاضعين لقانون العمل هو كل من يعمل لقاء أجر ويتبع صاحب عمل تحت رقابته وإشرافه نعم بخلاف العاملين المدنيين بالدولة والهيئات الخاصة التي سبق أن شرحتها والعاملين بالوحدات الإدارية للدولة نعم وده مقصود به القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام هو القطاع الأغلب في سوق العمل في مصر ده القطاع الخاص ده القطاع الخاص نعم معادي فئات قليلة اللي شرحتها زي الهيئة قومية البدريد من أصل البترول الهيئة قناة السويس دول بيخضعوا لقانون العملين المدنيين بالدولة دول يخضعوا لقانون العملين المدنيين بالدولة إذا في تغطية لما قد يكونوا قاصرا في لوائحهم والخاصة اللي تحكموا هي بالتبعية بعيدا حتى عن قانون العملين المدنيين بالدولة نعم ولكن انت تخيل بس بدون مقطع ان خطورة قانون العملين الدولة المكان اللي احنا فيه ده بيحكموا علاقات عمل والمنزعات فيه بتكون تبقى للقانون العمل 12 على سنة 2003 اكبر المؤسسات الصحفية اكبر البنوك بخلاف البنك المركزي فقط هو الذي يخضع لقانون العملين من الدولة جميع البنوك المصرية والاستثمارية والاجنبية جميعها تخضع لقانون العملين من الدولة احنا فاهمين ان القانون العملين الدولة هو العامل البسيط اللي في مصنع نسيج او في مصنع بتروك كممات او لا ده ناس عظماء جدا بيقضعوا في وظيفتهم في اهمية وظيفتهم يقضع القانون العمل نعم سيد المستشارة حالك بردو كلمنا عن كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين العامل وجهة العمل هو قانون العمل 12 سنة 2003 في وقت انشاؤه كنت من الافراد او شرف لي ان انا كنت من المساهمين في انشاؤه بل بالعكس وضعنا قانون عمل بديل نعم ان هذا القانون ولد قاصرا ومبطورا ولد على اطلال قانون سابق كان اكثر اجحافا بحق العامل فيه مكتسبات افضل من قانون العمل السابق السابق قانون 2003 الا ان هذا القانون لم يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمال نعم ولا الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في رعاية حقوق العمال لازلنا في قصور واهم ما في قانون العمل ليس نصوصه بل اليات تنفيذه لان الجهة المنوب بها تنفيذ قانون العمل هي وزارة القوة العاملة ومن خلال مكتبين مهمين مكتب علاقات العمل اللي هو بيتلقى شكاوى العاملين في المنازعات الفردية التي قد تنشأ بين صاحب عمل وعمل والمكتب الاخر هو مكتب تفتيش علاقات العمل الذي له دور الاهم في رصد المخالفات والانتهاكات التي قد تحدث ضد العامل ويحرر عنها مخالفات ولانا في ذكر المخالفات منشوف حالات كتيرة جدا منها اكبر العامل على التوقيع على وصلات امانة الاستقالة قبل ما يخش العامل اصلا فعايزي نتكلم في النقطة ده عشان في عد كبير جدا من العمال بيعاني بالمشكلة دي هو قانون انها عمل في عنوان عريض في احد مواده بيقول يجب ان يطبق عقد العمل يعني يطبق العلاقة تبقى للشروط المتفق عليها لان الواقع العامل ان هذا لا يحدث عندنا مشاكل عديدة في قانون العمل ليس نتيجة عن قصور القانون نفسه لكن نتيجة عن القائمين على تنفيذه نحن نجد ان في قطاعات كبيرة من العاملين في الدعاية والمبيعات مثل منديب الاشراف والبيع والدعاية لكل المنتجات اللي احنا بنشوفها وسواء منتجات طبية او منتجات غذائية او اجهزة او كلام ده المناديب دول بيجبروا عند الحصول على الوصيفة كشارة لقبولهم فيها التوقيع على الإصالات امنة وعلى بيض نعم هل مكاتب العمل وهل وزارة القوة العمل العمل لما تدي الغرامة مية جنيه وخمسين جنيه حد اقصى في الغرامات في قانون العمل مية جنيه ده اغراء للمخالفة اغراء للمخالف ان يستمر في مخالفته نعم وهو لما يعمل عقد عمل هيدي عامل وثيقة يقدر يزبط حقوقه بيها بشكل جيد وسريع هو عايز يرهقه في الاثبات وعايز ومعلوش ملفه ومنزوعه كامل وياخد ما بيدولوش نسخة من عقد العمل مخالفته ايه مية جنيه طيب لو ادي له عقد عمل سليم العامل هيقادي وهياخد حقوقه بشكل اسرع وطبعا بمبالغ مالية صاحب العمل عايز يزيد مستوى فرقه هل قانون العمل الجديد اللي في مجلس النواب من 2017 بيتفادى كل هذه السلبيات قانون العمل الجديد انا اعتقد انه مش هيخرج في الوقت الحالي ليه ستتتتتتتتتتتتتت ده من 2017 مجلس النواب هو فيه سبع نسخ من قانون العمل سبع تعديلات حصلت في قانون العمل انا ارى انها التعديلات اللي فيها هي الوضع الحالي افضل يعني هو حاول يعالج مشكلة الفصل التعصف الزم جاعة العمل ان يكون فيه نسخة من الاستقالة وطوقعها امام مكاتب العمل نعم على اساس ان انه ينهي قصة الاجبار على التوقع الاستقال كشرت لقبول العمل 70-80% من عمال مصر بتوقع على استقالات على بيض وهي داخل تشتغل ومش هقول كده للعامل اللي هو مؤهل متوسط أو اللي بدون مؤهل لا ده مهندسين وأطباء ومؤهلات عليا ومؤهلات تعتبر بسبب حاجة العمل بتضطر بتوقع على استقال طيب أستاذ فرج طول مدة التقادي دلوقتي العامل لما بيحصل له مشكلة أو بيحصل له أصابة عمل بيروح مكتب العمل بيقدم محضر أو بيحرر محضر بنشوف المحضر دوت بتحول محكمة وبيعود سنة وبسنتين نايا مش سنة وسنتين ده سنة وسنتين ده يبقى احنا وصلنا لمستوى عالمي عايزين نتكلم شوية احنا بنوى 6 سنين و7 سنين ايه طول مدة التقادي مشكلة جبيرة جدا برضو بيعني منها العامل هو طول مدة التقادي جاي نتيجة حتى من البداية يعني أولا أنه أولا أنه احنا عايز أوضح أنه فيه طريقين للدعوة اللي هم لين هو طريق مباشر أن العامل لما يحصل له أي مخالفة أو أي انتهاك لحقوقه يقدر يلجأ للمحكامة مباشرة التعديل ده حصل من 2008 إن كان المادة السابقة في القانون المادة 70 من قانون 12 دي كان المحاكم العملية تسمى لجان خماسية لجان خماسية كان يغلب عليها العنصر الغير قضائي فقضي بعدم دستورياتها وحصل تعديل بالقانون 180 لسنة 2008 قانون ده فالتعديل ده فتح طريق لدعوة العملية غير الطريق مكتب العامل بقى فيه طريق مباشر وهو الأسرع الطريق الغير مباشر أنا مستغرب جداً في القانون ليه؟ إنه هو بيقولي أنت تشتكي خلال عشر تيام من تاريخ المخالفة الحقق بعد ويمهيني 21 يوم من تاريخ ما تقدمت بشكوي للتسوية الودية أعتقد إن 21 يوم مش محتاجين والأكثر كاريسية إنه هو بعد ما تقدم بطلب بعد انتهاء مهلة التسوية بياخد مكتب العمل نفسه 45 يوم لإحالة النزاع للمحكمة العملية ويحيلها واخد جلسة بعد شهرين وروح أقدم طلبات موضوعية ففجأ إن أنا في مواجهة صاحب العمل مواجهة فعلية بعد حوالي 5-6 شهور كل ده وقت ضايع كل ده المدد دي لازم تختصر في قانون العمل وعندنا نقطة كاريسية وأخرى إن قانون العمل بيفرق بين منزعات العمل الفردية ومنزعات العمل الجماعية منزعات العمل الفردية هي من اختصاص المحاكم العملية منزعات العمل الجماعية هي من اختصاص لجان التسوية والتحكيم ولجان التسوية والتحكيم النظام في مصر لازال في مهدو رغم عراقة النظام القضائي المصري لازال في مهدو وصبوش نتيجة له نعم ففي دعوة إن منزعات العمل الجماعية أيضاً تصبح من اختصاص المحاكمة العملية أستاذ فرج أننا عارفين كلنا أن القوانين والتشريعات بتتسم بالمرونة أو بمعنى آخر قابلة للتعديل أو التغيير ما هي القوانين التي يرى الأستاذ فرج أنها تحتاج إلى مراجعة في الفترة المقبلة؟ هو قانون العمل محتاج مراجعة وفي مواد فيها تعتبر غير دستورية أنا عايز أدي مثل بسيط أنا عايز أقول أجازة الوضع للمرأة الحامل في قانون العملين من دولة من حقها أن ناخد أجازة لفترات حاملة ثلاث مرات يعني توضع وتحمل وتاخد أجازة لمدة ثلاث موليد ثلاث مرات ده في قانون العملين من دولة في قانون العمل المرتين والدستور أساسه المسواة بين المواطنين في الحقوق ما ينفعش قطاع من العملين ياخد ثلاث شهور وقطاع من العملين ثلاث مرات أجازة وقطاع ده ده مادة بسيطة لازم يكون فيه لازم باب الغرامات باب العقوبات في قانون العمل يتعدل لازم يكون فيه شيء من الرادع لمن يغريه ضعف الغرامات بالمخالفة في قانون العمل أن النهاردة عندنا إشكالية أن القانون كويس قرار رئيس مجلس الوزراء بطريقة بكيف تغلق الشركة لمبرتك الاقتصادية لا يطبق على أرض الواقع صاحب المصنع يقفل الباب ويمشي العمال إيه اللي بيغريب ده؟ أن الدعوة العملية هتقعد في المحاكم سنين وهيقدر يسدد على أقصات وإحنا عندنا مشكلة برضو في تنفيذ الأحكام العملية لازم يكون فيه جدارة متخصصة لتنفيذ أحكام التعاوضات للعمال لأن تكاد تكون دي حياته عامل بيفصل أنت عاصل أنت ما تفصل عامل وصل سنة 40 سنة هو سوء العمل مش هيتقبله سوء العمل عايز الشباب أيو أيو بالزبط طيب سوف فرج أغرب القضايا التي لفتت نظرك أو أثارت غضبك وكيف تعملت معها؟ هي أغرب القضايا اللي بتقابلني دايما اللي هي الإكراه على التوقيع على إيصال أمانة نعم كشرط لقبول العمل هل هي دي قضية شائعة؟ هي شائعة لحد التوحش نعم لو البرنامج ده استضاف مشرفين دعاية وبيع وراثاء مناطق بدعاية لكبرى شركة الشركات اللي بتسوق منتجاتها سواء شركات أدوية أو مربة أو جبنة أو غسلات أو تلاجات هيفاجئة إن مدير إنتاج موقع على إيصال أمانة مناطقية هخرج من الشغل وقول لهم بس والنبي إدوني إيصال أمانة علشان أنجوا من الوضع اللي أنا فيه وكمان يا لو على كده بيمتي طيب النهاردة أنت شايكي في دعوة عملية فجأت في محكمة الجنح وأنت راجل لك حيثية وليك بيت ولك أسرة وخايف عليها تتنزل عن كل حقوقك مكاتب العمل ما بتوجهش ده ما بتقابلش ده لأن صاحب العمل غالبا إيصال أمانة بيبقى على بيض نعم وبيشتكي من طرف ثالث بعيد تماما عن طرف هاي العلاقة نعم أسوة فرج مصران الحبيبة مقبلة على بداية دورة برلمانية جديدة ما الذي يدور في ذهن حضرتك وتريد أن يصل لنواب البرلمان من الناحية القانونية يعني أنا أطالب البرلمان في قانون مهم جدا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إحنا ألغينا القانون 79 ونزلنا قانون تأمينات جديد صدر من شهر 8 2019 على أن ينفذ في يناير 2020 وعلى أن تصدر الليحة التنفيذية خلال 6 شهور من صدوره إحنا النهار ده كملنا سنة وشهرين ولم تصدر الليحة وأصبح قانون التأمينات الجديد اللي هو يمس قطاعات كل قطاعات يعني ما فيش حد ما عارف يخرج معاش مبكر خرج من سوق العمل وخلاص واتفصل وكان يكمل 20 سنة مدة خدمة تأمينات وعاز يخرج معاش وإن شاء الله حتى يفتح لكوشك السجال على جنب يعيش منه مش عارف يخرج ده نتيجة إيه؟ إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر طب هي لم تصدر ليه؟ لأن القانون فيه عوار رهيب جدا في طريقة حساب الاجتواري للخروج على المعاش فعلياً تقدر تخرج 20 سنة و25 سنة بعد 5 سنين من تنفيذ القانون بس عملياً بطريقة الحساب الاجتواري من نسبة الاشتراكات اللي انت حققتها بتخرجك بعد 35 و40 و50 سنة ده نتج عنه إن كمان إحنا من القانون ده عبارة عن إيه؟ يعني القانون ده مواد نعم بتوضع فيه وعاء الوعاء ده هو اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى تاريخه فأصبح قانون مشلول بسبب إن فيه أكتر من سبع مواد واجبة التعديل إحنا بنقدر البرلمان يكون أول حاجة يعملها إن هو يعدل السبع مواد دول يطريد حساب المعاش علشان يصدر القانون لأنه ده بيمس قطاعات الدولة كلها بيمس الشعب كله أكيد طبعاً يعني حاجة قانون العمل لازم يجد لازم يغلص الغرامات لازم يجد آليات لسرعة التقادي ما ينفعش إن فيه قضاء يسبقنا في دول زي الإمارات والسعودية الحق العمالي بيقتضى فيه خلال أربع أو خمس شهور وعن طريق التقادي الإلكتروني كمان وإحنا لازلنا مع أول جلسة بنكون ستة شهور نعم طيب أستاذ فرج تخيل أن الحمراء موكول إليك وفي هذه الحالة ما هي القوانين التي يرى الأستاذ فرج أن تلغى أو يتم تعديلها وكذلك ما هي القوانين التي تتمنى أن تضاف إلى التشريعات الإضافة للتشريعات هو قانون العمل هو أولاً بطبيعته هو قانون خاص نعم وبطبيعته وقانون الغرض منه إطفاء حماية على الطرف الأضعف للعلاقة نعم وأنا أرى أن الدولة وهي تسعى للتنمية والدولة يجب أن تعلم وهي تعلم نعم أن المستثمر الأجنبي حين يتعامل مع شركة مصرية قوانينه بتلزمه أن يرى أحوال العمال في الشركة التي يشاركها أو يستورد منتجاً منها قوانين الأوروبية اللي بتعمل بالمعايير الدولية للحقوق العملية مش ممكن يتعامل مع مستثمر أو رجل أعمال مصري بيجد أن العمالة منتقصة وتحضر وقت ما فيه وفد أجنبي بيستورد داخل شركة بتلاقي العمال لابسين بلاطي نظيفة ولابسين الأوقية وبتلاقي الميز بتاعهم اللي بيأكلوا فيه ولا فندق خمس نجوم بعدما المستثمر بيمشي كل ده بيتلام في مقابل بس أن ياخد آيزو علشان يقدر يصدر أو كده العامل السعيد العامل صاحب الحقوق الكاملة هو العامل القادر على أن يقطر قطار التنمية في بلدنا الحبيب إلى النجوم العامل المنتقص الحقوق عمره ما هيدي لك إنتاج سليم بالعكس هو حاقد حاقد نتيجة أنه منتزع الحقوق فلازم نعرف أن سعادة العامل أو حقوق العامل دي هدف من أهداف التنمية نعم عزيزا المشاهدين لسه مستمرين مع الأستاذ فرج أحمد عزيزا لكن بعد الفاصل فاصل قصير نرجع لك تاني وارجعنا لكم من الفاصل أعزائي المشاهدين وللأسف المخرج قال إن الوقت خلاص فأنا في الختام بتوجه بالشكر والتقدير لأستاذ فرج أحمد عزيزا المحامي بالنقد والدستورية العليا والمتخصص في الدعاوة العملية والشركات في الختام برضو عايز أوجه كل الشكر والتقدير للأستاذ عبد المولى أبو شادي السبب الرئيسي في نجاح وقيام هذا البرنامج بتوجه له بكل الشكر والتقدير عزيزا المشاهدين وبكده خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله استمنونا في حلقة جاي الأسبوع الجاي تصبحوا لخي